مؤتمر تغير المناخ كوب 27 في هذه الدورة الخاصة التي تصطديفها مصر هنا في مدينة السلام المدينة الخدراء مدينة شرم الشيخ التي ضربت أروع الأمثلة في تحولها إلى مدينة خدراء وذلك من أجل الحد من الأثار السلبية للتغير المناخي والمساهمة في إنقاذ البشرية من هذه الأثار الخاصة بالتغير المناخي هذه القضية التي تعد القضية الأخطر الآن التي تواجه البشرية وتواجه كوكب الأرض هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان معا للتنفيذ والذي يحمل الكثير من الفعاليات ومن أبرز هذه الفعاليات العمل على مساعدة الدول المختلفة التي تضررت بشكل خاص من الأثار السلبية للتغير المناخي وربما من أبرز هذه الدول الجزر والدول النامية وغيرها من الدول التي كان لها تأثير أقل من هذه الأثار السلبية في التغير المناخي ولكنها تضررت بشكل أكبر من هذه الأثار معنا الآن على شاشة القناة الأولى المصرية في التلفزيون المصري الرئيس الدولة كيريباتي وهي من جزر المحيط الهادئ بجوار أستراليا سيد الرئيس تانيتي ماماو رئيس دولة كيريباتي أريد أن أرحب بك هنا في شرم الشيخ في مؤتمر أطراف السبع والعشرين سعداء بوجودك معنا في هذا المؤتمر شكرا لدعوتكم سيد الرئيس كيف لنا أن نعزز التناسق وشراكتي فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث الإنسانية على كافة الأصعدة محليا وقومي ووطنيا ودوليا وفيما يتعلق بالاستجابة لتغيرات المناخية في هذا الأمر لدينا ما يطلق عليه سياسة المناخية في بلدنا لأيضا في عملية الخطط التنفيذ سوما بالذلك التكيف والتي توجه عملية تغير المناخي وآثاره نوجد هنا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يعطينا أملا بهذه الأجراءات وهذه العمل التي انتظرناها على مدار السنين الطويلة سالتي عانت من أزمات كبيرة في بعض الدول فإن هذه الأمل يعني الكثير لنا كيف لنا بوجهة نظرك أن نجد الأجراءات العمل فهم يتعلق بأنظمة الانذار المبكر حتى نسمح للأطراف الفاعلة محليا لمعرفة الأسار السلبية لتغير المناخي نحن بحاجة إلى الدعم من الجهات المانحة شركائنا المانحين والحكومات لتمعالجة هذه الأمور هذا ما يطلق عليه الأزمات المناخية لكما تعلمون الجزر الصغيرة وماذا تعري أنها تتأثر كثيرا بارتفاع منسوب البحار وعلى المجتمع العالمي أن يعالج هذه الأمور بسرعة لتقليل الانبعاثات وسوف ينثمن هذا الأمر كثيرا وفيما تعلق بدور المؤسسات المالية السيد الرئيس كيف لتمويل العالمي للمناخ يبسط أو يكون مناسبا للأهداف التي تلبي احتياجات المجتمعات المدنية وخاصة المجتمعات المحلية والشباب وسيدات كل العالم يعرف وقد تكلمنا عن مؤتمرات السابقة للمناخ قد لم يفو بالأهداف الخاصة بهم التي حددوها وهذا يؤثر على جهودنا لمعالجة تغير المناخ وخاصة فيما تعلق بالتخفيف ثم بعد ذلك التكيف التمس المجتمعات المدنية ومناشدها وخاصة الدول الغنية أن تمول نحن بحاجة في أمس الحاجة لهذا التمويل ليس نكون أغنياء ولكن نحاول أن نعيش وأن نصل إلى هذه الأموال أعتقد أن هذا التمويل يعتبر أداة وسيلة لأن يكون ليس منحة من أشخاص الذين يهبونها ولكن هذا التزام فيما تعلق بالتمويل التمويل مهم جدا أن يكون نصل إليه ولذا من الصعوبة أن نصل إلى هذا التمويل لذا أتمنى أن نعيد النظر بطريقة تعالج الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتمويل لأن الناس لن ينتظروا كثيرا إذن لابد أن نأخذ بعيني الاعتبار على الحقائق أيضا فيما تعلق بالتمويل ونحن على الأقل نجد حالة من المرونة والتيسير على الوصول لأن الوقت يدهمنا كما تعلمون أن تمويل أن هناك حالة طوارئ ربما يكون قد أخر وقت إن وصلنا إلى تمويل في الوقت غير المناسب واليوم هو يوم التمويل في مؤتمر المناخة 27 الوزيع الرئيسي كريباتي أنا سعيدة من وجودك معنا شكرا لوجودك معنا شكرا 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 لدعوتي وأنا سعيد بهذا وشكرا لك وجودك معنا هنا في مؤتمر الأطراف شرم الشيخ شاهدين مازلنا مع حضرتكم وهذه المشاركة الدولية اللي بنحاول إن إحنا نرصدها لحضرتكم في تعطيتنا المستمرة بلحظة من مؤتمر قابتون تي سيفن للمناخ والذي ينعقد هنا في مدينة شرم الشيخ وكان معنا رئيس دولة كريباتي هذه الجزيرة اللي بتعتبر من جزر المحيط الهادئ بجوار أستراليا لكي نلقي الضوء بشكل أساسي على أهمية التمويل وأهمية إنعقاد هذا المؤتمر بشكل خاص وذلك لكي تتعهد الدول الصناعية الكبرى بكل ما تعهدت به من قبل وأن تقوم بالتنفيذ الفعلي لكل ما تعهدت به من قبل تجاه الدول الفقيرة والدول النامية وأيضا الجزر الصغيرة التي تضررت بشكل كبير من الآثار السلبية للتغير المناخ تغطياتنا مستمرة معكم لحظة بلحظة لكل الفعاليات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ كابتون تي سافن من هنا من مدينة شرم الشيخ